يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى زي ما قلت لكم قبل الفاصل ملف التحكيم المصري هو ملف دائما مفتوح ملف لا يغلق أبدا دائما كثير من الانتقادات كثير من الهجوم أحيانا كل قليلة من الناس اللي تقدر يعني تقول أو تشيد بالتحكيم المصري نادرا لما نشيد بالتحكيم المصري كلنا بصراحة يعني احنا ممكن نكون مكسرين في هذا القمر بس دائما الحكام اللي همش جمعية في العالم كله دائما الحكام محل انتقاد في العالم كله بس في مصر هنا بقى عندنا رئيس لجنة الحكام لو اسم كبير لو سبيه رائع جدا بيشتغل بيتعب بيجتهد لتطوير الحكام المصريين لتطوير منظومة التحكيم في مصر صحيح أكيد ملمسناش كل حاجة بسرعة بس اللي احنا عارفينه واللي احنا فاهمينه واللي احنا بنشوفه انه فيه خطوات بتحصل ولو خطوات بطيئة لقدام بس هالقدام مش لورا دي فرصة نكون معانا في هذه اللحظة البرتغالي فيتور بريرا رئيس لجنة الحكام المصرية يا فندم شرفني ومنورني سعداء جدا بتواجدك معانا على التلفزيون المصري بداية وده وانا بحضر لهذه الحلقة فكرت انا راجل بفرج على كرة من زمان فشفتك وانت تدير مباريات في كأس العالم في 98 وفي 2002 وفي اليورو 2000 واعرف جيدا من هو فيتور بريرا في مصر او الاعلام ممكن ما يكونش سلط الدوق على سيفي رائع جدا لبيتور بريرا كمان كرئيس لجنة الحكام في عدد من الدول ممكن تعرفنا اكتر عن فيتور بريرا لاجيال ممكن ما تكونش حضرة فيتور بريرا انا مش بحب اتكلم عن نفسي كتير بس انا كنت حكم حوالي 23 سنة وكنت من الحكام التابعين للفيفا وفي خلال الـ 23 سنة انا عملت حوالي 104 مدش دولي طبعا منهم مرشات في المونديال وفي بطولة اوروبا ولما اخلصت اني اكون حكم بدأت اكون محاضر في الفيفا للحكام وطبعا كنت كمان في الوايفا في الاتحاد الاوروبي مديرا للحكام وبعدين رحت الشيك وروسيا وفي الاخر انا هنا موجود دي البلد السادس هنا البلد السادس والاتحاد السادس اللي اشتغل فيه مدير لادارة الحكام وطبعا في بلد كبيرة وبلد عظيم زي مصر وطبعا ده شرف ليا ان انا اكون موجود في مصر ونحن فخرون وسعداء بذلك الامر ان اك موجود معانا في لجنة حكام المصرية